في مشهد اعتيادي لقطاع الصحة في البلاد تحط بنا الرحال إلى مستشفى جاد العام فمن الوهلة الأولى ينتاب كالتساؤل المعتاد أين الدولة؟ فالمستشفى الذي يقع عليه عبء سكان الجبل بأكمله والذي يضم أكثر من سبعين عنصرا طبيا وطبية مساعدة ويحوي على مائة وعشرين سريرا فقط وزعة بين أقسام الأطفال والنساء والولادة وباقي الأقسام الأخرى كما يوجد بالمستشفى قسم لغسيل الكلة بالإضافة إلى غرف العمليات بحسب ما أفاد به مدير شؤون الإدارية والمالية بالمستشفى موسى شلومي سعة سرية متاع 120 سرير والفاليين الاشترون من 60 إلى 90 سرير حاليا يغطي مستشفى جادو يجبه عدة أقسام قسم النساء والولادة قسم الجراحة العامة قسم العظام قسم الأطفال غرفة العمليات متكاملة قسم الأنف الحنجرة قسم الجلدية قسم المسالك البولية والباطنة وإضافة طبيب العام طبعا فلت المستشفى إلى أن مشاكل المستشفى المتراكمة أسوة بباقي المستشفيات في البلاد لا تعد ولا تحصى نقص في الكوادر الطبية ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى شح الموارد المالية المستشفى جادو يعاني من نقص في الكوادر الطبية والطبية المساعدة نظر الظروف التي تعاني منها طبعا ليبيا بالكامل بالذات بعد ما تبقوا للرقم الوطني مناشدات أطلقها رئيس قسم التحليل بالمستشفى لوزارة الصحة بالتدخل بأسرع وقت ممكن لتقديم الخدمات وتلبية احتياجاتهم نضينا عنه من ناحة الكوادر هذه من هلبة ومواد مش متوفرة عندنا بكل الإمكانيات المجهودة الذاتية ونتمنى يعني من وزارة الصحة أنا أتأخذ الإجراء في إسرع ما يمكن وتظل الخدمات التي يقدمها المستشفى رهينة الإمكانيات المتاحة والمحدودة من الخيرين بالمدينة للتخفيف على المواطنين من لهيب العيادات الخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها المواطن ويبقى السؤال إلى أي حد وصلت وزارة الصحة في صرف الملايين ولم تشرق شمس النهار على أحد المرافق التابعة لها ترجمة نانسي قنقر